سيد المستشار المحترم على طرحات السؤال البكتب الوطني للسياك الحديدية قام خلال العقدين الأخيرين بإنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة مكنت من تطوير وعصران القطاع السياك الحديدية ببلادنا شيء الذي ساهم في تحسين جودة خدمة النقل السياك المسافرين والرفع من جاذبيته حيث تم نقل مايا فوق 52 مليون مسافر سنة 2023 أي بزيادة 14% مقارنة مع سنة 22 منها خمسة ديال الملايين بواسطة قطارات البوراق تيواصل المكتب المجهودات ديالو باش يوسع ويصين ويحدث الشبكة السيكاكية من خلال الإعداد لإنجاز الخط الفائق السرع الرابط بين القنايترا ومراكوش الإعداد لتمكن كل من دالبيضاء والرباط من التوفر على شبكة نقل سيكاكي جهوي إنجاز الدراسات المتعلقة بتمديد الخط السيكاكي فائق السرع بين مراكوش وأقادير ربط ميناء الناظر غرب المتوسط وأسفي بالشبكة السيكاكية وإعداد دراسة الجدواء الخاصة بكهربات الخط السيكاكي في اتجاه شرق المملكة كما سيقوم المكتب بتنفيذ برنامج هام لتعزيز الأسطول بقطارات من الجيل الجديد خلال السنوات القادمة ومن أجل إنجاز مشاريع تمديد الشبكة وإعصرانتها تنكب بلادنا حالياً على تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمويلها وفي إطار برامجه السنوية يعتمد المكتب سياسة لصيانة شبكة القطر الشبكة والقطارات مبنية على الصيانة الوقائية وفق المعايير الدولية كما يعتمد على التدخلات السريعة والمحددة عند حدود عوارض على السكاك الحديدية أو بالقطارات وفي مجال السلامة يقوم المكتب بصفة مستمرة على حدف الممرات المستوية على طول الشبكة تم حدف 180 نقطة تقطع السكاك الحديدية والطرق وتجهيز 219 ممر سكاكي و33 ممر للراجلين بالإضافة إلى 1200 كم من الحواجز بمبلغ مالي وصل إلى مليار ونصف مليون درهم خلال الفترة مليار ونصف درهم عفوا نعم مليار ونصف درهم خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2013 وغير يقوم إن شاء الله بإنجاز برنامج تاني ما بين 2019 و2025 بمبلغ إجمالي تيوصل إلى 1.2 مليار في نفس الباب ديال السلامة ديال السكاك الحديدية وشكرا